مرحبا بكم عزيزي المشاهدين تخوض قواتنا الأمنية في محافظة الأنبار معارك كبيرة وتحقق انتصارات عسكرية في مدينة الرمادي بمهمات قتالية يسطر بها أبناء الجيش العراقي والقوات الساندة ملامح بطولية معلنين تحرير عدد من الأحياء والمناطق هل تعتبر هذه المعرفة الأخيرة للقضاء على داعش في الأنبار؟ ما هي القوات المتواجدة هناك؟ هل التحالف الدولي دور في العمليات الأخيرة؟ وماذا عن المدنيين المتواجدين في مناطق المعارك؟ كم هو الوقت الكافي لعادة النازحين وعودتهم لبيوتهم؟ ومن سيعمر الأنبار بعد هذا الخراب في ظل انقفاض الميزانية وسوء الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد؟ هذه الأسئلة نطرحها على ظيوفي لكن دعونا المشاهد ما عده لنا كادر البرنامج عبوات ناسفة جديدة معدة للتأثير على المعدات الثقيلة وتتسبب بقلب حتى التي تبلغ 27 طن أبرز ما واجهته القوات الأمنية في عملية اقتحام الأنبار وتحريرها من داعش دون أن تؤثر على تقدمها وإحراز انتصارات كبيرة وخسائر فادحة لداعش التي تتراجع وتنهار سريعا أمام القوات الأمنية وهي وصلت قلب مدينة الأنبار الرمادي والتي كان يعدها داعش منطقة محصنة يذكر جهاز مكافحة الأرهاب لضافة إلى ذلك أن وجود الأهالي عامل آخر تسبب بتأخر تقدم القوات الأمنية ولولا ذلك لحسمت المعركة سريعا خصوصا وأن القوات الأمنية حققت كل أهدافها المرسومة بحسب بيان لرئيس جهاز مكافحة الأرهاب وهو ذكر أيضا بأن قواته تستعد لاقتحام منطقة الحوز التي تضم المجمع الحكومي وسط الرمادي وستكون بدعم من التحالف الدولي من خلال تقديم الخطط للقوات العسكرية على الأرض وتقديم الأسناد الجوي أيضا مجلس قضاء الخالدية من جانبه أعلن عن تطهير البذياب بالكامل شمال مدينة الرمادي وأكد مقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش بينهم عرب وأجانب الجنسية وأشار إلى هروب عناصر من التنظيم إلى سوريا رحبوا معي أعزائي المشاهدين بكل من الشيخ نعيم لقعود أحشيوح الشائر الأنبار والشيخ فيصل العساف رئيس الشائر الأنبار وأيضا ينضم إلينا عضو مجلس محافظة الأنبار المهندس أركان خلاف الطيرموز أهلا وسهلا بكم ضيوفي وأبدأ بسؤالي إلى الشيخ نعيم لقعود الشيخ نعيم هذا اليوم الانتصارات اللي حققها الجيش العراقي والقوات الأمنية وأبناء الحشد وأيضا أبناء العشائر يعني انتصارات كبيرة يعني انطتنا الأمل أن الأنبار وبعض الأنبار نينوى تتحرر إن شاء الله لكن نريد نعرف الانتصارات اللي تحققت في محافظة الأنبار يعني رح تستمر يعني رح تكون هناك تقدمات أكثر متى تنتهي المعركة وشنوى طبيعة المعركة هناك نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اسمح لي أنا أحييك وأحيي الشيخ فيصل والشيخر كان خلاف الطيرموز وأيضا نبارك لأنفسنا أولا والشعب العراقي ولشعب الأنبار الانتصارات الكبيرة التي أذهلت الجميع حقيقة يعني احنا كنا نسمع ونرى منذ فترة طويلة بأن هناك عملية لتحرير الأنبار ولكن أنا اعتبرت ساعة الصفر بدأت يوم أمس لأننا حقيقة كنا نحتاج إلى الكثير من الأسحضارات قبل دخول المعركة ومن أهم هذه الأسحضارات هي القيادات الأمنية الفائلة والمهنية والوطنية والحمد لله تحقق هذا الشيء ومؤنس بدأت عملية الدخول إلى مركز المدينة وستطاع في خلال وقت قياسي حقيقة للجميع دخول قوات مكافأة الأرهاب وقياة عمليات الأنبار والقطاعات المتجحفلة معهم وتطهير حي البكر والضباط وحي الأرامل وأيضا شارع ستين ومناطق أخرى وهم الآن متوجهين إلى مناطق أخرى نعم لكن أريد أن أسأل سؤال أستفهم عن هذا الموضوع الأنبار وبالتحديد العاصمة الرمادي تحررت بالكامل؟ لا حقيقة نحن بداية لا الرمادي رمادي لا لا هي الرمادي حقيقة حررت بعض الأحياء من داخل مدينة الرمادي بعض الأحياء يعني مو كلها يعني المواطن يسألوا بالتحديد المنازح العراقي من هذه المحافظة متى تتحرر الرمادي بالكامل حتى يرجع البيت والأرض والمحافظة حقيقة هذا الموضوع هو المهم وشاغل حتى القيادات الأمنية وحتى القيادة العامة بأن النازحين يجب أن يعودوا إلى ديارهم نحن هذا السؤال محدد يعني الفترة المتبقية أو الفترة يعني ما خلته فترة يعني أو توقيت معين لتحرر الرمادي بالكامل هذا تتجهون إلى هيت وتتجهون إلى أيضا المناطق الأخرى الفلوجة يعني هناك تمركز داعش فيها نعم حقيقة يعني هو الوقت احنا يمكن حتى ضمن التقرير موجود هو السبب اللي تأخر القطاعات يعني الرمادي يمكن خلال أيام بسيطة تطهر بالكامل لو كانت المنطقة خالية نعم بس احنا والكل يعرف بأن الإرهابيين الموجودين في تلك المنطقة استخدم الناس المدينيين كدروع بشرية مما أدى إلى عرقلة تقدم قطاعاتنا يعني حقيقة من يكون فريق ركن عبدالغني يقول لهم كل بيت هو بيت عبدالغني يعني المحافظة على البنى التحتية الموجودة داخل المدينة نعم فاركن اسماعيل يقول كل آلة موجودة في الرمادي هي عالة اسماعيل حتى يتوقعون الحذر بأن هناك ناس أبرياء أسرهم داعش يعني يعتبر أسرع نعم أسرد داعش دروع بشرية أما أن الوقت المحدد أنا أصور ما يتجاوز ثلاثة أيام ثلاثة وسبعين ساعة إن شاء الله مدينة الرمادي بالكامل تتطهر بالكامل وتبقى عملية لرفع العبوات من الشوارع والبيوت لأن هم الخبط اللي عندهم كل منطقة حتى على مستوى المنهولات نعم هي مفخخة في الراد وقت حتى تتنطف المدينة حتى تكون مهيئة وهذا الدور المن يأتي يأتي إلى مجلس المحافظة يجب أن يكون لدور الحكومة المحلية والحكومة المركزية لغرب إعادة النازلية نعم خلينا نتقل إلى الشيخ فيصل عسافي الشيخ فيصل يعني هل لدى العشائر دورك بي في تحرير المحافظة وبالتحديد في المعارك الأخيرة يعني نريد أن نعرف توحدة الجهود العشائر لتمحاربة داعش داخل الأنبال أولا كحياتي لكي وليضيفيك الكريمين الشيخ نعيم القعودة الشيخ أركان خلاف الطرموز نعم سيدة الفاضلة اليوم نعم متضافرة كل الجهود من أبناء عشائر الأنبار القيارة والقوات الأمنية المتواجدة في محافظة الأنبار نعم ماكو خلافات ماكو خلافات اليوم لكل جهود متضافرة لتحرير محافظة الأنبار من الجيش العراقي والحكيد الشعبي والشرطة المحلية والجهات الأمنية وأبناء العشائر أيضا وأبناء العشائر من وأبناء العشائر أبناء العشائر هم الحكيد الشعبي المتواجد في محافظة الأنبار كل عشار الأنبار انخرطت في الحجد الشعبي في محافظة الأنبار واليوم متواجد ما يقارب 7500 مقاتل من أبناء عشار الأنبار بس اليوم ما أنت تعلميني اليوم بالنسبة للسيد محافظة الأنبار صهيب الراوي من بعض الشخصيات التي كانت ضد منصات المظاهرات في محافظة الأنبار عزلهم عن الحجد الشعبي لكون هؤلاء كانوا ضد مظاهرات في 2013 وهو كان في مظاهرات واليوم يكون محافظة الأنبار أنا من المتحدثين أمامي كل ما شكل فوج من أبناء عشار الأنبار شكل تفواج وهو كان على الفوج عقيس سلوان من أبناء عشارة البعساف وكان الفوج من كل عشار الأنبار وقدمت طلبات عدة لأجل تعيين وتوظيف هؤلاء المقاتلين في الحجد الشعبي وعزلهم ومحافظة الأنبار ومحافظة الأنبار سلم الفوج لأحد الشخصيات من عشار الأخرى الشيخ محمد فوزي الافتيخان وصار هو على الفوج الذي قدمته وتسعة تشهر أنا هذا الفوج مأتني فيه أنا والعقيس سلوان وبعض الضباط الذين هم ماسكين هناك يعني أنا أفهم من كلامك أنه ماكو تعاون مع المحافظ؟ المحافظ لا يكون ما عدنا تعاون بيه بس اليوم هيئة الحيث الشعبي اللي بيها شيخ نعيم وقائد عمليات الأنبار وقائد الحيث الشعبي وجاهز كافحة الأرهاب يعني أكو تنسيق بيناتنا كمحافظ محافظ الأنبار قاعد في بغداد وقاعد في الصالحية ولا يجهر قطاعات العسكرية وراء له بصمة مثل محافظ صلاح الدين عندما بدأت العمليات العسكرية في محافظة الأمر صلاح الدين كان المحافظ في ساحات المعارك في صلاح الدين مع الحيث الشعبي وجيش الأرهاب لا المحافظ وإنما مجلس المحافظة هو اللي يتحمل المسؤولين لكون مجلس المحافظة هو اللي رشح محافظة الأنبار صهيب الرابي وكان هو يعلموه صهيب الرابي كان في المنصات في ساحات الاعتصام وكان في خيمة الانتحارين الشيخ هاليوم تحدث الشيخ فيصل عساف يعني يتمنى أنه تعاون بين شوخ أشائر محافظة الأنبار وأرضى بين مجلس المحافظة المتمثلة بالمحافظة السيد صهيب الرابي حتى تتحرر المحافظة وهاليوم نحن نعول عليكم الكثير الكثير كافي بعد يعني مهاترات وكافي بعد يعني خلاف بين أبناء العشائر وأبناء المنطقة الواحدة أريد تتواحد الجهود حتى نقدر نحرر مناطقنا من داعش أريد أعرف أستاذ الشيخ ليش تأخرت معركة الأنبار وما تم حسم ملفها لهذا اليوم يعني تأخرت يعني اليوم أنا أحب أقدم الشكر والتقدير لكل أبطالنا بالحجر الشعبي بالقوات الأمنية بالشرطة الاتحادية الشرطة المحلية حتى يعني إقادة هذه المعارك الكبيرة في المحافظة لكن ليش تأخرت لهذا اليوم أستاذ تسمعني نعم نعم أسمعك لا أنا أسمعك نعم يعني سمعت ما تحدث بالشيخ الشيخ فيصل عساف اللي كان عنده عتب على مجلس محافظة الأنبار وبالتحديد المحافظة السيد صحيب أغاوي سمعت له لا 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 كان الاتصال مقطوح لم أسمع تعليق الشيخ فيصل ولا كلام السيد الشيخ نعيم القعود نعم يعني أنا آسفة لكن أريد تعرف ليش تأخرت تحرير أو معركة تحرير الأنبار إلى هذا اليوم وتحدث الشيخ فيصل عساف وقال هناك عدم تنسيق بين شيوخ العشائر وأيضا السيد محافظة الأنبار السيد صحيب أغاوي وتحدث وقال هناك ضعف في مجلس محافظة الأنبار ويتمنون أنه تعاون بين شيوخ العشائر حتى تتحرير مناطق الأنبار بسم الله الرحمن الرحيم نشكر لكم هذه الاستضافة وتصليتكم الضوء على أحداث الأنبار وما يجري الآن وتحية لضيوفك الكرام الشيخ نعيم القعود والشيخ فيصل عسافي ولضيوفك الكرام سيدتي بالنسبة للعتب اللي تفضل بي أنا عضو مجلس محافظة الأنبار وتحدث ضمن اختصاصي كعضو مجلس محافظة الأنبار وبما يخص هذا المجلس أما بالنسبة للعتب على السيد المحافظ ممكن توجيه هذا السؤال ويوجد ناطق للحكومة المحلية ولسيد المحافظة الأنبار عن ذلك فيما يخص لماذا تأخرت عملية تحريق الأنبار لا يخفى على أحد الطبيعة الجغرافية المعقدة لمحافظة الأنبار وحدودها المفتوحة وكذلك امتداداتها الواسعة على الصحراء وكانت التنظيمات داعش الأرهابية قد رهنت على مدينة الرمادي هذه المدينة التي دفعت دماء زكية على مدى سنة ونصف من خلال الصمود شيخ خلينا نتحدث بكل صراحة يعني تحرير محافظة الأنبار اتأخرت بسبب مثل ما تحدثت واقع الأنبار الجغرافي وبسبب خلافاتكم العشائرية بسبب عدم يعني خلينا نتحدث بكل صراحة قلوبكم ومصافية نعم نعم سيدتي قلوبكم ومصافية حتى تتوحدون لا لا سيدتي سأتكلم بصراحة وأنا محافظة بالصراحة والجرعة ولا أخاف في الحقي كلمة واحدة ولا أخاف من لومة لاعم اليوم احنا أمام تاريخ والتاريخ سوف يسجل مواقف الرجال وسوف يسجل كلمات الحق نعم هناك خلافات والخلافات بدأت منذ أن نصبت الاعتصامات على الخط السريع في الأنبار هذه الاعتصامات التي كانت وبالا وكانت شرا مستهجنا على محافظة الأنبار وكانت بداية لخراب المحافظة الآن كل قادة هذه الاعتصامات سوف يتحملون المسؤولية أمام شعب الأنبار وما أودم إلى شعب الأنبار من تهلكة ومن نزوح ومن هجر ومن تقتيل وكل الدماء الزكية التي سارت على أرض الأنبار يعني تحملوا بعض الشيوخ وبعض السياسيين اللي متواجدين في المحافظة كل من شارك بهذه الاعتصامات سواء كان شيخ أو كان سياسي له نصيب في هذا الشر الذي حصل في الأنبار وله شر ومساهمة كبيرة فيه الذي حصل الآن من تهجير ومن قتل ومن دماء زكية سارت على أرض الأنبار سواء كانوا من أولاد المحافظة الذين صمدوا على مدى سنة ونصف أو من أولاد أبنائنا من الفرات الأوسط ومن الجنوب ومن الشمال ومن كل محافظاتنا هذه الدماء الزكية التي سارت اليوم كان سببها هذه الفتنة ليست اليوم المحافظة يوجد نعم خلافات فيها ولكن أسبب أسباب التي أدت بنا إلى هذه الأزمة كان نعم سبب السياسي والشيوخ نعم خلينا نتقل إلى الشيخ نعيم الشيخ نعيم يعني العشائر دور كبير هذا اليوم في تحرير محافظة الأنبار من داعش أريد أن أعرف شنو موقفكم من التحالف الدولي وهل بالفعل كان له دور إيجابي في الحرب على داعش في هذه الأيام القليلة الماضية؟ نعم في الحقيقة يعني أحنا نشوف الرمادي طبيعته تختلف الباقي المحافظات الرمادي أشائر الأنبار لم تترك الساحة لحد هذه ساحة القتال لن تتركها منذ بداية لحد هذه اللحظة ولكن تتفاوط ما بين عدد المقاتلين أو عدد الذين ذهبوا باتجاه السيئة مع الأرهاب فبقت مساند للإزة الأمنية وهذا دليل على أن بقت الأنبار لم تسقط الأنبار كما سقطت باقي المحافظات المناطق التي تواجد التفاف الأشائر حول الإزة الأمنية بقت صامدة والحمد لله لحد هذه اللحظة الحقيقة شوف دور التحالف في هذه المعركة دور ممتاز جدا حقيقة يعني بالضيبات الجوية هذا اللي تقصده نعم نعم أنا نتكلم على الإسناد الجوي ولا أيضا ننسى أو دور القوة الجوية العراقية دورها ممتاز وطيران الجيش دوره ممتاز كانت مساندة مع القطاعات وحماية قطاعاتنا من الأرتال كان هناك عدة محاولات بأن يكون إسناد لهم باتجاهية يعني عدة إجت بحدود أكثر من 15 عجلة محملة بناس مدرعين مفخخين وأكون من السيارات المدرعة أرادت أن تدخل تخترق من طريق الجزيرة اللي يقودها قاد عمليات الأنبار لورق الإسماعيل وأيضا من خلال جهاز مكافة الأرهاب لكن يجي خلينا نتحدث بكل صراحة يعني المواطن العراقي يسأل يعني هذا الجهد الكبير للقوات الأمنية وأيضا الطيران الجيش العراقي وأيضا تعاون التحالف الدولي في الحرب على داعش في محافظة الأنبار وجهود شيوخ العشائر مجلس المحافظة الحكومة العراقية مجلس النواب المهم خلص من داعش المواطن العراقي هذا اليوم يسأل يعني في أيام قليلة سقطت الأنبار وهذا اليوم صار أنه يعني أكثر من فترة طويلة حتى نحرر هذه المحافظة التحرير تحدثت بعد ثلاث أيام أنه تتحرر المحافظة بالكامل يعني إن شاء الله بعون الشيوخ وعون الله وعون القوات الأمنية إن شاء الله لكن السؤال المهم والأهم أنتوا شيوخ العشائر الأنبار مثل ما تحدث أستاذ شيخ فيصل العسافي راح تتوحدون جهودكم خطابكم لمحاربة داعش وأيضا هناك كل شيخ عشيرة لديه مقاتلين وليديه أبناء عشائر تقاتل داعش ويقول أنا من حررت هذه المناطق يعني اليوم تنازلتم عن الأنفة مالكم أنتم شيوخ العشائر حتى تحرروا مناطقكم حقيقة يعني إذا تقصدين أن نتجاوز الآن هذا متجاوزين لا لا أبدا 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 أتكلم عن العموم نعم العموم وليس عن شخصيات نعم إذا نتكلم بريد شخص نعم أكو كثير ويبقون يبقون دائما يريدون ركبون الموجة يعني هذا الشيء منتين مننا في كل العالم حتى على مستوى العوائل البسيطة أكو ناس من يريد يرقب الموجة نعم فيمكن أكو مثل نعم يقولوا لك شيوخ قاعدين ببغداد يأكلون ويشربون ويطلع ويطلع يحتي يقول لك أنا ما عندي فوجعة حرر لا لا أكو يطلع لك نعم أكو يطلع لك نعم أكو نحن نريد نعرف المواطني يريد يعرف يعني نتحدد في الموضوعية نعم أكو يقول لك أسكت ودع عملك يتكلم المفروض من يعمل بالساحة الناس ستتكلم عننا وليس هو يتكلم عن نفسه يوميا نشوف مجلس شيوخ المتصدي الأرهاب مجلس مدرشون هؤلاء يمسوي وقاعدين في فناتق في بغداد نحن الآن جد جد المفروض الآن الكل تحمل سلاحة وتقاتل يعني هذا الموضوع يعني أنا نشوفه أيب يطلع يهمبل في بغداد وما يقدر يجيب لعشرين مقاتل نعم وكثير منهم طلع وحتى هسا يعني خلينا إذا تسمحيلي شوي أطلع من الموضوع نعم 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 نحن الآن شكلت هيئة حشد هيئة الحشد يرأسها فريق رشيد الفليح نعم رشيد الفليح الرجل مشهود له في وطنيته وفي مهنيته الرجل اللي اشتغل قائد عمليات الأنبار ممكن فترة أكثر من سنة وشوية يعني هذا الشخص إذا تركوز شيوخ وتركوز سياسيين ودعمه دعم حقيقي أنا متأكد لمعرفته للقاطع ومناطق الخطر وحتى العشار للقاتل متأكد إذا دعم حقيقي هو رح يطهر الأنبار بالكامل حتى ما نحتاج إلى القطاعات الأسكريين نعم نحتاج أن العراق قلوب بعد يطهر باللاعش قابت وحلوا واحد جهودكم حتى تحلوا مناطقكم إذا تصبحيني الملف الأمني يدخل دا يشتبك مع الملف السياسي أكو ناس منتفعة من هذا الشيء أكو ناس حتى بإخلاء والناس هاي النازحين الموجودين أكو ناس متاجرة لحد هذه اللاضح متاجرة بدمعهم أكو أحنا صرفة مليارات الأموات رحي زوري أحد النازحين دور النازحين الخيامات شوفوا من هو وصلهم أنا هذا كان قصدي قصدي إنه إن شاء الله بجهود كل الناس الطيبين والخيرين بجهود قواتنا الأمنية جهود كل المشاركين بتحرير محافظة الأمبار وحدون أنتوا تحلوا مناطقكم وكافي متاجرة سياسية ومتاجرة عشائرية ومتاجرة بأرواح النازحين خليني أنتقل لا إذا بس هاي بس سياسية إذا أنا أمون على الأخي يصل شيخ تاسم يعني هسا إحنا قدنا بجلس نوع ليش حاكم الزاملي وأنا أشكرا من خلال قناتكم وصل إلى قيالة عمليات الأمبار وين ممثلين الأمبار ليش ما يصلون لهناك خليني أنتقل خسوا شيخ لين ممثلين الأمبار يقول لك ما وصلوا ولا ممثل هناك للمحافظة يعني مكافي متاجرة بأرواح الناس مكافي عليكم أن تتوحدون كسياسي وشوخ أشائر حتى نخلص من داعش مضيحتوا البلد ودخلت داعش من الأمبار وضيعت البلد منذ عام 2013 أكو ناس هواية راحت لساحات الاعتصام وطب الساحات الاعتصام فيه محافظة الأمبار وكو شخصيات من الأمبار الخط الوطني اللي هم رفضوا داعش ورفضوا ما حدث في مظاهرات الأمبار خصيصا محافظة الأمبار هي كانت الدير اللولاب الرئيسي اللي مظاهرات الست محافظات اللي بها بدأ بها الخراب الخراب هي محافظة الأمبار كانت العصبة ما دمار العراق نعم أريد أن نقول بهذا الموقف كانوا من بعض السياسين في العملية السياسية وهو شريك في العملية السياسية نعم وكان يحرض الشارع ضد الدولة العراقية وهو شريك في العملية السياسية نعم وكان فيه ساحات التظاهر عنده شاشات التلفزة أعرضت ما أعرضت أعرضت ما أعرضت شاشات التلفزة عندما كانت المظاهرات في محافظة الأمبار من بعض الشخصيات السياسية متواجدة في الدولة العراقية كانوا في ساحات التظاهر وكانوا من تتحدث عدة شخصيات عدة شخصيات يا ستيفاء شخ فيصل شخ فيصل أنت معروف عليك تعرفينهم منهم واحد واحد معروفين أسعر منهم من تحالف القوة وكانوا منهم موجودين وقسم خارج العراق سيديرون كل الوضع في الأمبار أسعر مثل رافع العيساوي رافع العيساوي هو مكان وزير مالية مكان وزير مالية كان هو قلب الدولة العراقية لكن لا راجع للعملية السياسية يدير من بعض يدير من بعض الناس يدير من بعض الناس أسعر موجودين 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 هناك كثيرة تتعفاء أسعر أن أبسط ما يكون خميس الخنجر خميس الخنجر رجل تاجر معروف علي كان تاجر جيقاير موجود في العراق بهذا النظام صدام اليوم خميس الخنجر ما أخذ لليوم عشر شيوخ ما أخذهم على دفترين دفترين ومنهم خميس العبد الكريم عبد الكريم راحوا يدورونا قاليم يعني أنتو اليوم اليوم لازم يكون توضيح للرؤى أمام الدولة العراقية وتوضيح أمام المواطن يعني أنتو ثانيا ثانيا أنا لا أقول لش أنا عايب أقول أنا لأن كلمة أنا هاي مخجلة 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 بس اليوم من اللي صار ضد المظاهرات في عام 2013 ومن اللي تصدى للمشروع الإقليمي قير بعض شخصيات معينة من أهل الأنبار معروفين أمام الدولة ومام عشار العراق ومام الدول هذا الموضوع الموضوع أنطيني مئت فضل يعني أنت تحدثت عن بعض الشخصيات التي تحدثت بها الشيخ خميس الخنجر السيد رافع الإساوي يعني الآن ما موجودين بالعملية السياسية ما موجودين يدرون يدرون بعد الضلعبات أنه يوجد شخصيات سياسية وموجودة هذا اليوم بالعملية السياسية يعني أين موقف السياسيين الذين موثلون المحافظة الأنبار والمحافظات القربية عن هؤلاء الذين هم يذهبون إلى دول ويدورون القاليم وين موقف مجلس المحافظة وين موقف البرلمانيين اللي مثلون المناطق القربية عن خميس الخنجر وعن بعض الشخصيات اللي الدورة القاليم وين موقفهم يعني يعني ماكو موقف نريد موقف نريد موقف نريد موقف نريد موقف نريد موقف هذه المحافظات انذبحت ببكرة أبيها اليوم لو مضروبها قم بلنووي أهوان من ما يكون الذي حصل لهم في محافظاتهم اليوم هم مجردين وبهذا البرد القارص بإشارة الواحد اليوم مما بالمخيمات هذه المحافظات اللي كانت عايشة بعز وعايشة بهبة اليوم تصبح اليوم كحقول الدواج الماء احترامي وجلالي لها المحافظات ولا ابناء المحافظات نعم نعم خلينا نتقل إلى الشيخ الشيخ هناك مؤامرات على محافظة الأنبار ومثل ما سمعنا وسمعت حديث الشيخ فيصل عساف أكو شخصيات تدور تقسيم وتدور أقاليم وأكو شخصيات تتآمر على المحافظة المواطن اليوم بمحافظة الأنبار ما يهم ولا تقسيم ولا أقاليم ولا يهم وتختلفون تتعاركون تصارعون تتحاربون تدبقون ما يهمه يهمه فقط الأمان ويرجع المحافظة وتحققوله الأمان ويأمن على حياته يعني ما طالب منعتكم شي إشلون تقدرون أنتو تصدون هذه المؤامرات اللي موجودة وأيضا الأجندات الخارجية بسم الله الرحمن الرحيم سيدتي يعني أنا بالنسبة لموضوع اليوم رجوع النازحين اليوم هذا هو الهم الشاغل لكل أهل الأنبار وما تعرضت له الأنبار اليوم وشعب الأنبار من تهجير ومن قتل ومن سفك للدماء ومن نزوح هو مصيبة كبيرة حقيقة لكن نحن كشعب ولست أنا سأتكلم بصفة رسمية لكن سأتكلم بأنني اليوم أفرد من أفراد الشعب نعم من الذي قول اعتصاماته انتم خلي أتحدث شوي يعتب عليكم يعني بصراحة مجلس محافظة الأنبار بس إذا سمحكيلي برجال حتى أكمل الفكرة يعني أرجوك لا تقاطعين ستهاي فائدة بس خليني يعتب عليك عندي أنا يعتب عليك أنت كعضو مجلس محافظة الأنبار ومجلس المحافظة يعني أنا كمواطن أشوف دوركم جدا جدا ضعيف في احتواء الأزمة في احتواء النازحين يعني ميزانيات كبيرة صرفت للعوائل وأيضا للنازحين وموسطت وأنتو السبب أنه موسطت لأن لا راقبته ولا حاسبته وأيضا مجلس المحافظة كان متهم بالفساد الإداري والمالي بحصة النازحين بحصة أهلكم وناسكم وأبناء عشائركم فضل شيخ سيدتي أولا أرجوك أن لا تقطعيني يعني حتى أكمل الفكرة لجنة غاثة النازحين ليس الحمد لله اليوم بدأت ترجع لا يخالف لا يخالف أولا أولا أحنا نتحمل جزء من المسؤولية سيدتي لكن أولا لجنة غاثة النازحين اللي صرف إلها تريليون وأربعمائة مليار لم أكن أنا أو أحد أعضاء مجلس المحافظة أو سيد المحافظ جزءا منها كانت هذه اللجنة مركزية تديرها الحكومة المركزية كان ملف النازحين تدير الحكومة المركزية بشكل كامل وليس لدينا حتى صفة رقابية لم يكن لدينا أي صفة رقابية على هذه اللجنة فلذلك وزير الهجرة والمهجرين وكان رئيس اللجنة السابق ودكتور صالح المطلق وفيها عضويات من وزارات كانت تتحمل المسؤولية كبيرة جدا على هذه اللجنة نحن لا نتخلى عن مسؤولياتنا لكن لم يكن لنا دور ولم يعطي كنا نطالب بأن يكون الدور لأعضاء مجلس المحافظة وبحيث ندير هذه اللجنة ونحن أهل مكة أدرى بشعابها منو ما انطاكم الدور الحكومة المركزية نعم خولت الدكتور صالح المطلق صالح المطلق مو منه صالح المطلق مو من محافظة الأنبار صالح المطلق انتوا عشائر انتوا عشائر خليني أبتعد عن مجلس المحافظة وخليني أبتعد عن نائب رئيس الوزراء أو رئيس لجنة شؤون النازحين لكن انتوا عشائر والسيد هو صالح المطلق هو من أبناء المحافظة وأنتم من أبناء المحافظة يعني ما معقول الأموال ما تصل وما تقعدوا قاعدة عرب وتحلوها وياهم حتى تجيبون فلوس النازحين لا لا هاي موضوع توزيع الأموال ليس قاعدة عرب هاي موضوع رسمي لكن قاعدة العرب من الفلوس كلها متصل للنازحين ووفق خطة لكن هذه اللجنة لم تقم بمهامها على أكمل وجه وقد فشلت هذه اللجنة فشلا ذريحا والآن لجنة غاثة النازحين يديرها وزير الهجرة والمهجرين راح تراقبون وتابعون أموال النازحين شيخ راح تتابعون أموال النازحين ليس لدينا أي سلطة للرقابة على هذه اللجنة لكن أنتم ممثلين محافظة الأنباب أنتم ممثلين عن المحافظة سواء نفذت أو لم تنفذت هذا يعتمد على قرار اللجنة العليا أنتم ممثلين عن المحافظة يعني شنو دوركم نعم ممثلين عن المحافظة لكن لا نملك القرار القرار كان بيد اللجنة العليا ليغاثة النازحين ولا تملك الآن فقط ملكنا القرار من خلال الفترة الأخيرة بعد إلغاء هذه اللجنة وأخوه لسيد المحافظ بصرف اللجان الإغاثية وشكل لجان إغاثية من توفير الأممال لكن أيضا الحكومة قد قصرت نعم لكن الحكومة قصرت لكن الحكومة المركزية قد قصرت لم تصرف إلى محافظة الأنبار سوى 30% من الموازنة المخصصة للمحافظة التي قدرها 163 مليار كيف يتم إغاثة النازحين واليوم لجنة العليا مقصرة والحكومة أيضا مقصرة بصرف الموازنة التي قدرها 163 مليار لعام 2015 لكن اتحدثت أن سيد صهي براوي الآن لديه صرف للنازحين يعني صرف هو من الحكومة صرف من ميزانية مجلس المحافظة بأمين الصرف الآن الصرف من الحكومة المركزية يعني عن طريق السيد المحافظ نعم عن طريق السيد المحافظ هناك موازنة قدرها 163 مليار لكن هذه الموازنة الآن نحن في نهاية السنة أنا لست بمنأة عن الدفاع عن السيد المحافظ لكن أتكلم بالواقع وأتكلم بالأرقام السيد المحافظ الآن لم تصله من موازنة عام 2015 سوى 30% من هذه الموازنة أي الموازنة لم تصرف كاملة 163 مليار لم يصل منها إلى المحافظة فقط 30% من هذه الموازنة قبل أن تقلل يا شيخ نعيم القعود عدكم خطة أنتم مجلس محافظة الأنبار كونكم الحكومة المحلية لهذه المحافظة بعد تحرير الأنبار إن شاء الله بالكامل وقريبا جدا على أيدي أبطالنا من الجيش والحجي شعبي وابناء العشائر عدكم خطة إعادة النازحين أيضا الخدمات في هذه المحافظة يعني تشتغلون الآن على خطة بعد تحرير هذه المحافظة نعم 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 الآن من خلال وجودنا في مجلس المحافظة وبالتعاون مع السيد المحافظة شكلنا لجان لتأهيل المدن وهذه اللجان سوف تقوم بتهيئة البنى التحتية وتنظيف المدينة من الألغام وتنظيف الشوارع من الألغام والأنقاض الموجودة فيها كذلك تهيئة الماء والكهرباء وبقية المواد الأخرى اللي يحتاجها أهم من خلال إعادة الحياة إلى المدينة شيئا وشيئا وأتوقع إن شاء الله بعد أن تستكمل العمليات العسكرية ستبدأ عملية الرجوع بأسرع وقت ممكن لأهالينة المحافظة خلينا ننتقل إلى الشيخ شيخ عدكم خطة يعني هذا اليوم لعادة يعني النازحين إلى بيوتهم مناطقهم يعني وتأمين المنطقة حتى بعد ما يعود داعش يعني عدكم هذه الخطة يعني مو المهم نحن نحرر المنطقة المهم أنه نحافظ على هذا التحرير من داعش يعني ونمسك الأرض نعم في الحقيقة أنا أريد أعقب على كلام الأخ الشيخ أركان نعم يعني حقيقة إحنا قدنا يمكن 28 عضو مجلس محافظة نعم 28 ما شاء الله اللي أعرف يمكن 28 إذا خطأني يصلح لي ساد أركان حقيقة يعني من رجل نحن شيئا من رجل العموم هناك من خمسة إلى ستة يعملون مع أهلهم ولكن البقية أيضا حالهم حال النواب الموجودين في المنطقة الخضراء يعني هذول الخمسة إلى ستة يعني لأن الأخر كان خاف يسمعني لأن أجامله هو على أولى الشخصيات اللي كان متابع مع أهل أو ناس الموجودين في المحافظة نعم نحن كنا نتمنى هناك دور والباقي وين الباقي أدهم شغل أدهم شغل بزنس يعني شنو شغل معهم أدهم شغل بزنس وأدهم عوائل خوش ما يعرفون عوالهم جولا عن نازحين عوائل من خارج العراق طبعا عوالهم أهم النازحين يعني أغطي العزيزة يعني هذا الموضوع يعني يعوف أطفاله يجي على أطفال النازحين نعم وأطفال النازحين يكونوا محفاية نعم يتمسخون بتراب من يجون بدلاتهم غيرها يعني ما تقبلين أنت مشتري لبدل بتلات تلاف دينار أردني خمس تلاف دولار ويشيل لطفل نازح مسخ تراب نعم يعني ما مقبولة يعني الله لا يوفقهم كل من يفكر بالعراقيين وبأطفاله وبالنازحين الله لا يوفقهم نحن المفروض الآن يكون عمل من الحكومة المركزية يكون هناك حشد وطني نحن هذه المصيبة اللي صارت بالعراق لم تكن أول مرة ولم فقط بالعراق هناك أدد دول تجارب موجودة المفروض من استفاد من تجاربهم لا نستفاد من تجارب أحزابنا كل واحد يريد يقوي حزبة وما ماك لهم لا نازح ولا ماك لهم أنبار ولا ماك لهم نينة واحد ولا ما ماك لهم يجب أن تكون هناك بما يسمى الحجد الوطني تدخل بي وزارة الكهرباء وزارة البلديات والعمل والشهول الاجتماعية الصحة وغيرها حتى تهيئ المدينة المفروض المدينة يعني الأسبوع اللي يكمل المفروض ممتدين لكن جاوبني على سؤالي إش دول تقدرون أنتوا شيوخ العشائر أن تمسكون الأرض بعد تحريرها هل يوم نهني حررتم منطقة الأنبار محافظة الأنبار وشون تقدر أنت تحمي هذا المواطن بعد عودته إلى بيته يعني من داعش أيضا يعني هل راح عدكم أو عدكم خطة تمسكون بيها الأرض حتى ما تعود داعش والأرهاب إلى هذه المحافظة أنا ما وجهش متسلسل يعني حتى الرجع النازحين حتى نحميهم أيضا مجلس المحافظة الحكومة المحلية المفروض اليوم أدى اجتماع طارة يشركون بيهم كمجلس المحافظة السيد المحافظة الشيوخ العشائر الناس تهيئ خطة لعادة النازحين يكون هناك ممثلين أنا حقيقة شفت كثير من النازحين يعني اللي موجود هنا أو حتى للمحافظات القريبة يعني ما هي خطتهم للنازحين كلهم دا يتصلون متى العودة أنا مو صاحب قرار الصاحب القرار مجلس المحافظة والحكومة المحلية والحكومة المركزية المفروض اجتماع طارة يمثل ممثلين أنا الأقضية مدول ما موجودين يعني يكفي بسرابة الموجودين الخمسة ستة يسدون نعم السيد المحافظة موجود رئيس مجلس المحافظة موجود هذول يسدون أن تكون هناك خطة لعادة النازحين اللي كان فيه أربيل يجب أن يكون هناك دور لوزارة النقل لنقلهم وأيضا توفير سيارات بالتنسيق مع الوقف السني توفير وحماية قسم أنه يقول لك أنا يجي خايف حتى يعادتهم هذه المرحلة المفروض قريبة جدا هذه العودة أما أن يكون هناك عملية حماية المناطق نعم حقيقة هناك أنا تكلمت قبل قليل تم تشكيل هيئة عش الشعبي بقيادة الفريق رشيد هناك بدأت عملية بس إحنا هنا اللي لاقي صعوبة لحد الآن السياسي الملف الأمني يدار سياسيا هذا الموضوع يجب أن يكون الملف الأمني أمني مئة بالمئة ما يرتبط بالسياسيين ولا يرتبط بفلان وفلان والعشائب يجب أن يكون مستقل يدعم من مجلس المحافظة من محافظة الأنبار من الحكومة المحلية حتى يكون هناك قوة حقيقية أنا قلت لك يمكن إذا يدعم الحجد الشعبي أدنى السعدات أن يحرق فإحنا لحد هذه اللحظة بداية تشكيل يحتاج إلى سلاح آخر السلاح الموجود بسيط حتى نستطيع أن نمسك الأرض لا سمح الله أنت الأرض إذا في حالة أودت الإرهاب وريدوا يصون خرق يعني كارث خليني أنتقل إلى الشيخ فيصل عساف الشيخ فيصل عدكم خطة لمسك الأرض بعد تحرير المحافظة بالكامل سيدة الفاضلة احنا تحدثنا قبل قليل عن بأن نحن كشوخ عشائر العنبار يعني لنا موقف صريح وواضح اليوم لازم يكون إعادة نظر إعادة نظر للدولة العراقية للشيوخ العشائر اللي لهم موقف مع الدولة من عام 2013 ما ردي نقول قبل 2013 اليوم نحن أبناء المحافظة اليوم اللي تصدينا للمؤامرة الدولية والإقليمية اللي مرت بالعراق وهي داعش وتقسيم العراق منه تصدى لهذا الموضوع احنا ردينا نظر إعادة مجهزة أمنية وإعادة رقابة للدولة تكون ينظرون منه اللي تصدى يعني اليوم اللي كان في ساحة الاعتصام يدعم في الأنبار ويتهيى لو يكون هو بالمستقبل هو يكون ملف الأنبار وعادة هيبة الأنبار منه يهيى هذا الملف لهذا الشيخ اللي هنرده عدل الشيخ أقول لشيخ السيد محافظة الأنبار اليوم محافظة الأنبار نعم لا أنا مو قصد هذا أنا بس أفهم نقطة شيخ يعني حتى تصل الفكرة للمواطن أنت تقصد أنه بعض الشخصيات السياسية تدعم من بغداد لو تدعم من المحافظة أنا ما عاد أفهم بعض الشخصيات يعني أنا ما عاد أفهم الوقت سوى ما عاد تصل للمواطن يعني تدعم من داخل محافظة الأنبار تدعم من حكومة دكتور حيد العبادي من مجلس النواب من السياسيين أوضح للمشاهد أوضح للمشاهد أوضح للناس بين أحنا اللي تصدينا للمناصات والإساحات اللي بتظاهر عزلون اللي يكون من العزلة عزلتنا الدولة الدولة يعني يتحدث لكل صلاحات أنا كمواصن صراحة على شنو يجامل أنا اخطأ ما أضل عندنا شيء بعد الجامل بيوت راحة عوائل انذبحت تهجير تهجر نقل ذبح انذبح وكل من سبب لأننا وقفنا مع الدولة وقفنا مع الدولة لكوننا تصدينا الرمح في صدورنا لأجل لأجل العراق اليوم الدولة تتعامل مع السيد محافظة الأنبار يعني السيد محافظة الأنبار ممثل الشعب ممثل المدينة يعني المحافظة يعني تمتخد ممثل الأنبار هاي فانطني مجال خلنا وضح للناس ووضح للدولة لأن هذا الحج لازم يتوضح سيد محافظ الأنبار وين كان في ساحات العصام في خيمة الانتحارين صحيبة الراوية وموجودة صورة موضوع قام الدولة خلي اسمعوني المواطن العراقية المواطن هذا الكلام عن لسان الشيخ وانتحمل مسؤولي هذا الكلام موجود هذا الكلام موجود وسيد محافظ الأنبار يتعامل ضدنا يتعامل معنا لكوننا كنا ضد ساحات الاعتصام وضقنا المرين وذبحنا داعش وتهجرنا من سبب ساحات الذلة واليوم الوجوه اللي كانت هي بساحات الاعتصام هي نفسها شائعة يعني رسالة الشيخ فيصل العساف إلى الدولة يقول نحن الشخصيات اللي حاربنا وأيضانا وقفنا ويالدولة والفقوة أنه سوفتنا يعني شنو تفصده فتنة أكثر من الفتنة يعني ما أعلم أي شخصية نشكل فاج حشيد بالأنبار شكلنا بخالدية الحكومة العراقية ما تتعاملوا إياكم ما تتعاملت ويانا يعني شون سبب ما تتعاملت إياكم مدير جهاز الأمن الوطني موجود موجود عشائري أبصد ما يكون ستيفاء مدير جهاز الأمن الوطني فارس العبد الكريم اللي أخو خميسه راح يدور قاليم ويا خميس الخنجر إذا شون شي ما يشبه شي يعني شون أخو خميس الخنجر خميس العبد الكريم الفهداوي أخو مدير جهاز الأمن الوطني لازم يكون جهاز الأمن الوطني فهداوي في الأنبار على الدولة أنتعي اليوم نحن بمرحلة استثنائية يكون مدير جهاز الأمن الوطني في الأنبار ضابط مستقل من ضباط جهاز الأمن الوطني تعمل الدولة مؤسسات تكون غير مسخدمة لعشاء تكون مستقلة للدولة تعمل للدولة بالمرحلة الجاية لأن المرحلة الجاية نعم تتحرر الأنبار بس وعندما تتحرر الأنبار راح تكون الموضوع أصعب لأن اليوم أهل الأنبار يطلبون ثار بعضهم ما بعض أحكي لكم صراحة بوضاء اليوم اليوم أحنا نطلب ثار اليوم اللي أطلب ثار وهجرني وذبحني وضغط المرين بسبب باشر عقبة الدولة جزء احتمال راح تجزء عفعنه أنا كعشار عفعن عشاري ما عفعنه لا عفعن سياسي تنطخ دخل داعش عليه من السياسيين المنصات اللي عفو تريد وضع الفكرة ولا أن عفعن شيخ كان في ساحة الاعتصام وهي داعش ودخل علي وذبحنه وراحت أماله وذبحنه ودماءنا يعني لازم تفضوها تفضوها بينا أحنا نفضها بينا أتنين لازم الدخ أسأل صد ما يكون أسأل هيفا هيفا حتى تنطل مجال أسأل المفروض بهذه الأيام تكون محكمة موجودة مهيئة لطلبون شكاوي ضد اللي كانوا في ساحات الاعتصام ضد الشخصيات اللي سبب أذية المحاولة يعني لازم يكون رقابة وقانون لأجل محاسبة لسبب أذية العراق نعم لازم يكون للعشائر اللي يكون لناس نعم خلي نشوف خطة مجلس محافظة الأنبار شيخ أركان شنو الخطة ما لكم اليوم تحدث الشيخ فيصل عسافي يقول هناك بعض الشيوخ العشائر تطلب ثار يعني لأن أكون ناس يمكن ارتكبت أخطاء كبيرة بحق ناس أو عشائر يعني آخرين أنتو مجلس المحافظة شنو خطتكم يعني في موضوع المصالحة يعني التسامح نبذ الخلافات بين أبناء العشائر والبدء بصفحة جديدة يعني لكن داعش في هذا الحال رح تستغل هذه الخلافات الكبيرة بين أبناء العشائر ويمكن تعود مرة ثانية سيدتي إذا سمحت إلي بدون مقاطعة سوف أعرج على الموضوع كله وبسرعة بالنسبة لما ذكر الشيخ فيصل العسافي أنا لست بدفاعا عن أحد لكن كان هناك كثير من السياسيين وكان هناك كثير من الشيوخ الذين ذهبوا إلى ساحات الاعتصام في بداية الأمر يعني لكن بعد أن تبين الموقف لهم بأن هذه الساحات لها أغراض وبعد أن ظهرت النوايا الخفية لها فتركوها وآخذوا جانبا آخر ورجعوا إلى أهلهم هؤلاء ركبوا الموجة أو ذهبوا في بداية الأمر وهم لا يعلمون بالنوايا الخفية أنا لست مدافعا عن السيد الإستاذ صعيب الراوي الرجل يعني نحن أيضا بقناة رشيد نوجه يعني كلمة للسيد محافظة الأنبار لديه حق الرد يعني على هذا الكلام وأيضا من السيد أنا لست أنا لست لمنع للدفاع لكن إنها كلمة حق للسيد سهيب الراوي نعم هذا هذا تصحيح هذا تصحيح نحن لازم نقول كلمة الحق ولا نريد أن نترك الأمور جزافا كثير من الشيوخ وكثير من السياسيين ذهبوا إلى ساحات الاعتصام ولكن بعد أن ظهرت النوايا والمخططات الخبيثة التي كانت تحاك قد رجعوا إلى أهلهم وقد رجعوا إلى محافظتهم وكان الأستاذ سهيب الراوي الرجل دفع أيضا تضحيات كثيرة وبيوتة قد هدمت وتعرض إلى يعني ما نتعرض لأنه نحن وأنا يعني الرجل يعني يعني تعاني الكثير هذا يعني كلمة حق يعني أنا ماريب أنا بالدفاع عن أحد والرجل هو من كتلة وأنا من كتلة أخرى لكن أحنا اليوم بالنسبة للذين ركبوا الموجة واستمروا واستمروا للذين ركبوا الموجة ست هيفاء إذا سمحت إذا سمعتني الذين ركبوا الموجة واستمروا بالتعامر حتى بعد أن سميت هذه بالمجالس العسكرية وبعد ذلك يسمونهم ثوار العشار واستمروا وتمادوا من أجل قتل أهلهم ومن أجل مرور مشروع داعش هؤلاء نعم لهم حساب من أهل الأنبار ولا مصالحة معهم أنا أكد صفتي شيخ عشيرة لكن 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 لقي شير لقي شير لقي شير لقي شير وأن كل الذين نعم كل الذين ركبوا موجة داعش هؤلاء من عشيرة داعش لقي شير لقي شير لكن شيخ عليكم أنتو مجلس محافظة الأنبار بسط الأمن الداخلي أو داخل محافظة الأنبار يعني أنتو يعني الحكومة المحلية وتقدرون أنه هاليوم تطلقون موضوع أو مشروع المصالحة بين أبناء العشائر يعني المهم الأمن الداخلي يعني مو مع داعش ولا مع اللي طلطخت إيديه بدم العراقيين لكن بين الشيوخ العشائر والعوائل المختلفة داخل المحافظة سيدتي حتى نقدر نبني ونعمر ونعيش بسلام في هذه المحافظة الآن قد فصل سيدتي لقد فصل الحق عن الباطل كل من مع داعش ليس له مصالحة وكل من وقف مع أهله حتى إذا أخطأ وتراجع فأهلا وسهلا والصدور ترحب به لكن أقول لك اليوم وأنا مسؤول عن هذا كلامي عن الأنبار قبل داعش ستكون أنبار تختلف عن الأنبار ما بعد داعش اليوم أهل الأنبار لقد وعوا للمؤامرة التي تعرضوها والآن الأنبار سوف تخرج من رحمها جيلا جديدا سوف يقودها جيلا يختلف عنه شكرا جزيلا شيخ ناعم لقعود تهل وقت ألكم مخصصات كافية لإعادة إعادة الأنبار لا في الحقيقة الأنبار هي تدمرت بالكامل يعني تحتاج إلى ميزانية كبيرة جدا وحتى على ميزانية العراق كما معلوم بأن ميزانية العراق والحكومة معدها ميزانية رحصية مشكلة لا أنا أتوقع تكون هناك تبرعات أو دول تدعم هذا إعادة الأمار فأنا أتوقع هذا الشيء يعني أتوقع حتى على مستوى قبل فترة سمعت أن دول خديج هي مستعدة بالتبرع وأيضا أمريكا أو كل دول مانعة في عملية إعادة قناء شكرا جزيلا متى نشهد الأنبار محررة بالكامل يعني شيء يعني إن شاء الله خمسة شهر أو يعني تتحرر الأنبار بالكامل بالأقضية يعني فلوجة وهيت وكلها بس أما الأنبار نريد أن نقول إن شاء الله مدة عشر تيام خلص عشر يوم المركز المحاوضة تتحرر إن شاء الله لأن أكون معرقلات يعني بالذات يعني تعرفين تفخيخ تنظيم داعي جرابي لديها الخبرة بالتفخيخ بالذات شكرا جزيلا شكرا جزيلا بالختام أشكري ضيوفي لكن عندي كلمة تحية إلى كل المقاتلين وشجعان من جيش وحشد وأبناء عشائر النازحين معتمدين على الله وعليكم اتخلصوهم من معاناة الحر والبرد والبهدلة بالمخيمات والأخوان بالعشائر ومجلس الإسناد والشرطة المحلية نريد مهمتهم بعد التحرير لا تنطوا مجال المتطرفين والعصابات تتوغل مرة ثانية امسكوا أرفكم ولا تخلون أي أجنبي وأنتم معروفين بالشجاعة وعاد وراها نشوف جهود مجلس المحافظة والحكومة بعمار المناطق لاهم تتحججون بالميزانية والتقشف والله العراقيين كلهم غيرة ونخوة سووا حملة تبرعات وشوفوا أهل الجنوب والوسط ما يقصرون أنتم دولة كل شي تقدرون تسوون لوهم تطلعون السالفة الفساد والشركات الوهمية لوهم أكو ناس تريد تستفاد مثل ما استفاد تبروس النازحين وخصوصا الدولة لا بيها حساب ولا بيها كتاب تصبحون على أنبار بلادائش أنبار بلادائش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة